الدول المصري العالم كله نظر الى يوم ما حدث في 7 اكتوبر نظر مختلفة تماما تعاطف تعاطف كبير جدا مع اسرائيل تعاطف كبير جدا حتى ان كل دول العالم تقريبا الا الدولة المصرية اللي هي كانت مصري بتقول لا يجب ان ينظر الى ما حدث يوم 7 اكتوبر بمعزل عن القضية الام وهي قضية الشعب الفلسطيني المعاصر وانه دي قضية شعب محتل فكان صوت الرئيس السيسي والصوت الوحيد والاقرب كدولة اقليمية كبرى صاحبة قرار الحل لن يكون هناك حل في القضية بين اسرائيل وبين الشعب الفلسطيني الا ويتم عبر القاهرة ده امر معروف تاريخيا ووقتيا وجغرافيا يعني بكل ما تحمل معنى بأي مقياس بأي معيار يعني حتى المحتجزين اللي تم الافراج عنهم تم تفراج عنهم من خلال مين من خلال القاهرة ده مظاهرات قدام السفارة المصرية في تل قبيب تطالب ده من مين بقى من اهالي الاسرى الاسرائيليين بيطالبوا مصر بضرورة التدخل للافراج عن ولادهم او اقاربهم او ذويهم مش بيطالبوا من الحكومة الاسرائيلية انه هو شايف انه ما بتعملوش حاجة بالضبط كده وسايبان